موسيقى ليبيا لم تهدأ قبل أقل من عامين نبوءة أمريكية أم واقع معاش من وقف النيران إلى حقوق الإنسان هل تدنى سقف السوريين قمة روسية أممية تبحث في هذا الخصوص روسيا تحتل القرم والغرب يقصف اقتصاديا وفي عالم السينما لا صوت يعلو فوق صوت الأوسكار هذه أبرز الموضوعات التي سنتجول فيها هذه الليلة لكن دعونا نستعرض قبلها أهم الأخبار حتى الساعة الوكالة الذرية تناقش التقدم في الملف النووي الإيراني في ذينا الولايات المتحدة تحذر من تداعيات على إسرائيل إذا فشلت محادثات السلام مع الفلسطينيين موسيقى هبوط اضطراري لطائرة عسكرية في جنوب شرق اليمن وخطف طاقمها موسيقى السجن عشر سنوات لشرطيين مصريين أدينا في قضية مقتل ناشط قبل ثورة ألفين وأحد عشر موسيقى موسيقى مساء الخير أزمة أوكرانيا والتدخل الروسي والصراع بين موسكو والغرب أشعل حرب كبرى أطلقنا عليها هنا في سين بيسا عربية عولمت أزمة أوكرانيا ما هي حدود التدخل والتشابك وهل العالم أمام جبهة جديدة مسرحها أوكرانيا هذه المرة كما اشتعلت سوريا ولا تزال إلى أي حد تترابط الأزمتان هل مشكلة أوكرانيا افتعلها الغرب ردا على التعنط الروسي تجاه المسألة الدمشقية أم أن موسكو حست بضعف الغرب في التعاطي مع كل القضايا فاستقوت الغرب يهدد موسكو بإخراجها من مجموعة الثمانية وبعقوبات اقتصادية لافروف يندد من جينيف بالتهديدات إلى أين سيصل هذا الملف وما هي انعكاساته على كل المنطقة كلها مواضيع سنحاول الغوص فيها اليوم في هذه الحلقة وفي جزء منها بالتأكيد وفي بدايتها سنكون مع الملف الاقتصادي وسؤال عريض سنترحه عن قدرة الاقتصاد الروسي على تحمل أي عقوبات محتملة إذا استمرت هذه الأزمة أنا الحقيقة اليوم مرحب بزميلتي في سيئة بسيعة عربية نوها علي والتي ستشارفنا الحديث في هذا الملف هو ستستعرض واقع الاختصاد الروسي كذلك أرحب بضيفتي من لندن محللة الشؤون الروسية ودول الاتحاد السوفيتي سابقا الأستاذة ليليت جيفورجيان إذن أنا مباشرة إلى لندن أستاذة ليليت مساء الخير وأهلا بك في هذا البرنامج إلى أي مدى في تقديرك روسيا قادرة على الصمود في حال فرض عقوبات اقتصادية وفي حال استمرار هذه الأزمة أعتقد أن روسيا قادرة على تحمل شيء من العقوبات ولكن لنتحدث واقعيا روسيا لم تعد الاتحاد السوفيتي وهي في اقتصاد السوق ومترابطة مع العالم وأي عقوبات كبيرة أو صغيرة ستترك أثرها وسيكون لها تأثير فوري مثل تجميد الأصول مثلا أو إذا كان هناك تحرك مثل طرد روسيا من نادي الدول الثمانية وهذا الأمر سيؤثر على روسيا في الإعلان عن نفسها كبلد جاذب للاستثمارات وهذه الصورة سوف تتأذى تأذيا كبيرا أرجو أن تبقي معنا سيدة ليلت واسمح لي أن أنتقل إلى زميلتنا هنا في سي أم بي سي عربية أستاذ نوها علي وهي متخصصة في الاقتصاد الروسي داخل المحطة يعني بجانب درايتها بكل الاقتصادات الأخرى حدثيني عن روسيا اقتصادية حتى نقف على ملامحها وماذا قدرتها على التحمل في حال استمرار الأزمة يعني مع هذا التلاحق الذي نراه الطيب يعني الملفت أنا منتبهت من جملة كل هذه التصريحات وشد الحبال ما بين الغرب وأيضا روسيا الكلمة الألمانية الكلمة الألمانية هي التي ستكون الفصل وبطبيعة الحال فعلا أنجيلا مركن لوحت أننا لا نريد أن نستبعد كرسي روسيا أو مقعد روسيا من مجموعة الثماني وجاء أيضا هناك نوع من التلميح القوي من قبل وزير خارجية الألمانية وقال بالعكس علينا أن نلجأ للأمور الدبلوماسية استبعاد روسيا من هذا المقعد لن يحل المشكلة فبطبيعة الحال أتوقع أن لألمانيا سيكون لها دور قوي في إدارة ربما حلقة الوصل بين كل الأطراب ولا ننسى الصين لأعطيك الأرقام يعني باعتبار أن الأرقام هي لا تكذب والأرقام تعطينا الوقاعة الصين هي تقريبا التبادل التجاري الأقوى مع روسيا وبالنسبة لحجم التبادلات التي كانت في 2013 كانت بحدود 42 مليار لذلك عندما يقول الشركاء الأمريكيين أو الأمريكيين يقولون أننا سنسحب وسنوقف وضع الشركات الأمريكية قد لا تطور أعمالها يعني أمريكا تأتي في حجم الاستثمارات الروسية تقريبا أو في قلب الاستثمارات الروسية إلى حتى مستويات كتير بعيدة يعني يأتي ثانيا يعني الملفت أن ثانيا تأتي هولندا وثالثا تأتي ألمانيا ألمانيا يأتي حجم استثمار الروسي في داخل روسيا حوالي 35 مليار دولار أوكرانيا يبدو أن روسيا أيضا بدأت بالتعاول يعني هذا فيما يتعلق رؤوس الأموال الأجنبية هي بحدود 384 مليار كانت في 2013 فيما يتعلق بأوكرانيا وواضح أن روسيا كانت قد انتهجت بفترات ماضية نوع من تقليص الاعتماد على الجمهوريات السوفيتية السابقة يعني نرى أن حجم التبادل التجاري مع أوكرانيا كان بحدود 18 مليار دولار مع أن روسيا حاولت أن تربط أوكرانيا بالكثير من المنتجات والصناعات فيما بينهما بالنسبة لهذا التبادل كان قد تراجع بحدود 19% كازاخستان زادت بالعكس بالعكس حزم التبادل التجاري مع كازاخستان زاد إلى 13 مليار وأكثر من 18% وكان ملفتا أن نرى رقم لليابان بحدود 16 مليار دولار سأعود إليك نوها لنواصل حديث الأرقام الذي لا يكتب ولكن دعينا أيضا مع حديث الأرقام والتحليل سيدة ليلت في لندن يعني الآن روسيا يبدو أنها ماضية في أن تؤمن جوانبها خاصة باحتلالها وسيطرتها على القرم قبل قليل وجهت تحذير للقوات الأوكرانية هناك بأن تنسحب أو تواجه العاصفة هذا يدل على أنها ماضية في هذا الاتجاه السابورت الصيني أو الدعم الصيني لروسيا وهي تعلن أن روسيا اتخذت ما يلزم من الإجراءات لحمايتها إلى أي مدى هو مؤثر في موازين هذه اللعبة كما قلت قبل قليل الوضع الميداني وضع غائم فروسيا اتخذت بعض الإجراءات فيما يخص الروس أو الأوكرانيين من أصل الروسي في شبه جزيرة القرم ولكن نريد أن نرى هذه المواجهة إلى أين ستتجه هل هناك أسوأ سيناريو يتمثل في صدام عسكري أو نزاع مسلح مع أوكرانيا وأنا أكرر هنا هذا هو السيناريو الأسوأ وأعتقد أن مصلحة الجميع في هذا النزاع بما في ذلك روسيا هو تخفيف تصعيد هذا النزاع وقد أرسلت روسيا رسالة بهذا المغزا وأوضحت أنها ليست جاهزة لتحمل أي ارتفاع في الخطاب المعادي لروسيا وتحديدا من الوطنيين زوية التوجهات اليمينية الممثلين في الحكومة الاقتلافية كما أنهم أكدوا على أن المواطنين الروس أو الناطقين بالروسية هناك يدركون أن روسيا ستكون موجودة لتحميهم لكن ذلك أيضا له أبعاد سياسية داخلية وجمهور داخلي طبعا المصلحة الاقتصادية لروسيا وكذلك لأكرونيا تفرض على أن هذين البلدين يجب أن يحلى مشكلتهما وإذا قرأت الأرقام التجارية فإنك ترى أن أمريكا صحيح أنها لا تتصدر قائمة الشركاء التجاريين لروسيا لكن أوكرانيا والاتحاد الأوروبي هم على هذه القائمة وتحديدا كما قالت زميلتك ألمانيا وهولندا وهؤلاء الشركاء مهمون وأي تصعيد محتمل مع الغرب وأي عقوبات سيكون لها تبعات جدية على التدفقات التجارية وهذا لا يعني أن الاتحاد الأوروبي لن يعاني من هذه العقوبات لذلك أن نرى هناك لهجة تصالحية من ألمانيا ومن أجل تخفيف التصعيد في هذا النزاع والتركيز على الطرق الدبلوماسية والبراغماتية لحل هكذا أزمة سيدة لليت سؤال أخير وبإجاز لو تكرمتي تداعيات الأسواق المالية في العالم اليوم والهلع الذي أصاب بعض الأسواق إلى أي مدى هو مبرر وإلى أي مدى من الممكن أن يستمر أعتقد أن الأسواق كانت صبورة نسبيا تجاه أزمة أوكرانيا وما أدى إلى كل هذا الزعر الذي ذكرته أو المخاوف التي تحدثت عنها أنت هو نشر القوات العسكرية في شبه جزيرة القرم وهذا أمر لم يتوقعه عديدون كما أن التفسيرات المتضاربة تجاه ما يحصل في الميدان هل هذا غزو أم أن هذا مجرد تحرك أو تحريك لبعض القوات العسكرية التي تحتفظ بها روسيا في شبه جزيرة على أي حال هذا الأمر فاجأ الأسواق وجعلها تشعر أن الأزمة في أوكرانيا لن تحل بسرعة وبأن الأزمة السياسية تحولت إلى أزمة عسكرية والاقتصاد أيضا موجود في خلفية الأحداث والعديد من المستثمرين كانوا أيضا قلقين من الأسواق الناشئة وهذه الأسواق وانوا أيضا جاهزين لبيع أصولهم والابتعاد والتخارج عن هذه المناطق لذلك رأينا رد الفعل السلبي ولكن إذا كان هناك مسعى لتخفيف حدة النزاع وتصعيد فإن الأسواق ستعود وتتجاوب بصورة إيجابية مع هذا الأمر السيدة ليليد جيفورغريان المحللة شؤون آسيا ودول الاتحاد السوفيتي سابقا في IHS كنت معي مباشرة من لندن شكرا جزيلا لك كما ذكرنا ساد نوع من الهالع في الأسواق المالية العالمية بسبب أزمة أوكرانيا خاصة بعد تدخل العسكري في منطقة القرن بهذه الكثافة الزميل حسين السيد أيضا هو معنا الآن في الأستوديو استوديو اليوم في ساعة يستعرض لنا حال الأسواق اليوم مساء الخير حسين ويبدو أن الأسواق اليوم حالها ساخن سخونة الأحداث في أوكرانيا وفي روسيا بالفعل طيب يعني ما نشهده اليوم هو العزوف عن المخاطرة بشكل واضح والتواجه إلى الملاذات الآمنة ولكن طبعا التراجعات الأقوى اليوم هو على المؤشرات الروسية تراجعات بأكثر من 10% على المؤشرات الرئيسية دعونا بداية نق نظرة على المؤشر RTS الروسي الذي طبعا يتراجع اليوم بـ 12% لأكبر 30 شركة روسية تراجعات حادة لم نشهدها من قبل خلال الأعوام القليلة الماضية بالإضافة إلى مؤشر MICEX طبعا الأوسع لطاقة اليوم تراجعات بحوالي 11% على الرغم من تدخل البنك المركزي واليوم شهدنا رفع لمستويات الفائدة من 5.5% إلى 7% طبعا ذلك كان قرار عاجل ربما بالاتحديات الأسواق بعض الشيء ولكن رغم من ذلك لاحظوا معنا روبل الروسي اليوم يتراجع أيضا بأكثر من 1% إلى مستويات الـ 36 روبل للدولار الواحد ماذا أيضا عن الدولار مقابل العملة الأوكرانية؟ لا نزال نشهد هناك بعض الضعف ولكن اليوم نشهد بعض التحسن في العملة الأوكرانية ارتفاعات بحوالي 1% ولكن نبقى عند أدنى مستويات عند 9.6% أما بالنسبة لطبعا باقي الأسواق أيضا شهدنا تراجعات حادة على معظم الأسواق الرئيسية اليوم إن كانت الخليجية وكذلك الأمر على الأسواق الأوروبية ولكن نظرة بداية على الأسواق الأوروبية طبعا نحن عند تقريبا آخر ساعة للتداول ستغلق هذه الأسواق بعد حوالي 3-4 ساعة ولكن لاحظوا معنا الفوتسي روفرس 300 متراجع بحوالي 2% الفوتسي البريطاني أيضا اليوم يتجاهل جميع البيانات التي صدرت من بريطانيا والتي كانت إيجابية تجاهل تام وأيضا ضعف على مؤشر الفوتسي الداكس اليوم من أكبر الخاسرين من الأسواق الرئيسية بحوالي 3% خلال هذه اللحظات كاكرونت أسم آي إسبانيا كلها تراجعات بأكثر من 2% يعني اللون الأحمر هو اليوم ما يسيطر على جميع هذه الأسواق فوتسي ميرانو أيضا تراجعات قوية ولكن ماذا عن أسواق العربية اليوم أيضا شهدنا تراجعات قوية على كل من السوق المصر ربما هو كان الأكثر تراجع بحوالي 2.17 نقطة المئوية بالنسبة لسوق مصر ولاحظوا معنا هذه التراجعات 2.17 السوق السعودي أيضا يتبع هذه الأسواق تراجع ولكن تراجعات أقل حدة اليوم مؤشر سوق دبي الذي خسر بحوالي 2.5% ولكن عوض بعض الشيء من هذه الخسائر لغلق أيضا متراجع بحوالي 1.19 نقطة المئوية للسهم القيادية اليوم هي أيضا من قادة هذه التراجعات أبو طبي على تراجعات أيضا واضحة ولاحظوا معنا الكويت هذه التراجعات الأقوى خلال هذا العام بلغت بحوالي 1.19 نقطة المئوية ولكن فقط من استفاد اليوم من هذه الحركة في الأسواق غير ملاذات الآمنة والذهب تحديدا الذي ارتفع بأكثر من 1% وصولا إلى مستويات 1350 دولار للأنصة الواحدة طبعا بعد هذه المخاوف بالإضافة إلى أسواق النفط حيث شهدنا خام تاكساس يرتفع بـ 2% وخام برند بأكثر من 2.5% وايضا لاحظوا معنا بالنسبة للذهب الذهب حاليا يتجاوز من استويات 1350 دولار 1352 دولار ارتفاعات بـ 2% يعني من الواضح حيث لجوء إلى اليوم إلى الملذات الآمنة بلإضافة إلى أسواق السندات حيث شهدنا العوائد على السندات الرئيسية تتراجع إليك طيب شكرا يا حسين حسين السيد زمين الحقيقة زملانة في الأسواق عندما يتواجد بعض إغلاقات الأسواق وبعد أن يقدم كل شيء معناته أنه إما في حادث في العالم وحدث كبير ولذلك بتلاقوهم موجودين وحتى بين زميلتنا نوها أيضا شكرا يا حسين وشكرا يا نوها حدث شهر مؤكد نحن نواصل معك زميلة نوها في استعراض لملامح الاقتصاد الروسي في دقيقة في ملامح يهم أيضا الروس ودائعهم يعني ودائع المصرفية رأيناها في 2013 كثير تطورت يعني تخيل في 2012 كانت الودائع بحدود السبع وسبعين مليار قد قفزت هذه الودائع إلى حدود الأربعمائة تقريبا واثنين وتمانين مليار دولار وهي مبالغ جدا قوية يعني الروس ما يزالوا محتفظين يعني أو عندهم هذه النزعة للإدخار أكتر منها للإنفق مع أنهم ينفقون بشكل قوي على الاستهلاك لكن فيما يتوقع يعني إن كنا ستتضرر الاقتصادات أيضا الأوروبية الأخرى فيما يتعلق إن كانت هناك ممارسة أو محاولة لي زراع روسيا فيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي أو حتى الأمريكيين لكن روسيا تستورد الكثير من الاتحاد الأوروبي يعني هي تستورد 48% آليات مكينات أجهزة مواد كيموية أيضا تستورد أكثر من 15% جلها تأتي أيضا من الصين اليابان وكذلك من مع الدول الاتحاد الأوروبي والمواد الغزائية من الصعب أن يتحمل أحد ربما أن يحيد روسيا عن المشهد العالمي أنا برأيي أن الأمور هي متجهة لبعض التهدئة بطبيعة الحال والكلمة الألمانية والصين قالت الصين أنها وحدت موقفها والصين كما نرى هي في قائمة الشركاء التجارية مع روسيا إذن المتخصصة في الشأن الاقتصادي الروسي الزميلة نوها علي كانت معنا في هذا الجزء من هذا البرنامج ونحن نتابع الأزمة الأوكرانية الروسية ونعكساته على عالم على المستوى الاقتصادي الشبكة تعبر بطبيعة الحال عن هذه الأحوال كيف ينظر العالم إلى روسيا واليوم وإلى قوة أوباما وبوتين الصورة لا تحتاج إلى كثير تعليق ننتقل إلى تويتر هذه صورة رائعة في الفيسبوك الآن بوتين على رأس أوباما أحمد جار الله الأستاذ أحمد جار الله يغرد مقال الافتتاحية اليوم في السياسة أوباما أفول العصر الأمريكي الاتجاهات كلها تلاحق وتتقاطع في أن بوتين يلمع نجمه ويتحدى كثير من التفاصيل ويقفز إلى الواجهة ويدخل على الحدود الأوكرانية لازمنا نتابع اليوم في ساعة من سي أم بي سي وفيه بعض الفاصل في ليبيا الحكومة الحكومة شاهد ما شفش حاجة مؤسسة النقدة العرب السعودي تصدر ثمانية تراخيص لشركات وبنوك محلية لممارسة التمويل العقاري وزير التخطيط المصري يؤكد توصيل الغاز لثلاثمائة وأربعة وثلاثين ألف وحدة سكنية العام الجاري مساعي نيوزلندية لتعزيز الصادرات الزراعية والغذائية للسعودية والإمارات وعمان البالغة واحد فصل ستة مليار دولار تراجع النشاط الصناعي للمرة الأولى في خمسة أشهر بمنطقة اليورو مساء الخير من جديد وليبيا وسوريا على الواجهة هذا اليوم ليبيا على وجهة التحديد حدث فيها تطور المؤتمر الوطني العام في ليبيا وهو أعلى سلطة سياسية في هذا البلد ذكر بأنه مصمم على مواصلة العملية الديمقراطية بعد الهجوم الكبير نحاول أن نستعرض هذا الموضوع من خلال الهاتف مع ترابلوس من خلال هذا البرنامج ولكن سوريا أيضا هي في الحدث واليوم يبدو أن الأحداث ذهبت إلى إنها قد مؤتمر لحقوق الإنسان ليس مؤتمر لوقف النيران أو لإحداث صلة ومبحثات بين المعارضة والحكومة السورية ومثل هذه العناوين تحبط البعض في أن هل تدنى سقف المطالب السورية إلى مزألة حقوق الإنسان أم أنها تدخل في الإطار العام لكل هذه التفاصيل أنا حقيقة أرحب بضيفي هنا في السوديو الدكتور سمير التقي في السوديوهات سي أم بي سي عربية دكتور سمير مساء الخير أهلا وسهلا فيك تفضل شرف الله يسر تفضل إذن سوريا العناوين حقيقة محبطة شوية للمتابع للشأن السوري فيما يتعلق بأنه الروس والسوريين وهذه الجهة الأممية الإبراهيمي ولافروف يبحثوا في مزألة حقوق الإنسان في سوريا هل تدنى سقف المطالب أم أنها من الأشياء الرئيسية والضرورية في هذا التوقيت في تقديرك عمليا الجانب الأساسي هو فشل دولي في مقاربة الأزمة السورية بعد جونيف 2 عمليا وصل المجتمع الدولي إلى طريق مزدود والولايات المتحدة لفترة معينة سلمت مفاتيح الأزمة السورية لروسيا على أن تستطيع روسيا أن تفي ببعض الالتزامات التي قدمتها الولايات المتحدة بما فيها أن النظام السوري مستعد للدخول في تفاوض حول هيئة انتقالية أو على الأقل حول حكومة مشتركة ولكن النظام عمليا أعطى تعليمات بعدم التفاوض على أي شيء من هذا القبيل إذن روسيا أثبتت أنها تستطيع أن تزود بشار الأسف بالسلاح ولكنها لا تستطيع أن تجبره على اتباع سياسات لا يرغب بها أو لا يجدها مناسبة له في الوقت الراهن أو تضغط عليه وبالتالي دخل المجتمع الدولي في أزمة المشكلة الأعقد الآن هي أنه مع تصاعد الأزمة الأوكرانية لم تعد هناك إمكانية أن تستمر الولايات المتحدة في تفويد روسيا بإدارة بعض جوانب الأزمة السورية وسنجد ميلا أكثر للمجابهة داخل الأزمة السورية مما يسيعني من الناحية العملية صعوبة كبيرة في التوجه إلى الدورة الثالثة لجونيفتين أنت تعلم أن روسيا داعم ودعم رئيس للنظام في سوريا الآن روسيا مجغولة بأمر آخر أوكرانيا وما يحدث من تداعياتها هل سيؤثر ذلك في طريقة تعاطيها مع الملف السوري سيؤثر سلبا في رأيي أنا في البداية ستكون أكثر شراسة وأكثر وضوحا في تعمها لنظام بشار الأسد من جهة ولكنها بالمقابل ستكون أضعف من في قدرتها على إدارة الملف لأنه سبت أن روسيا تملك أن تعطي بشار الأسد السلاح ولكنها لا تمتلك روافع سياسية لا داخل النظام ولا على الأرض وبالتالي هي أصبحت رهينة لبشار الأسد إلى حد بعيد فيما يتعلق بالأزمة لذلك هي جزء من الأزمة أصبحت روسيا وليست جزءا من الحل طالما أنها لا تستطيع أن تدفع أي حل توافقي إلى التقدم إلى الأمام هل يكون الموقف على العكس من تركيا التي رأينا أنها عندما انشغلت بمشاكل الفساد وأردوغان وطراجع الشعبية والمشاكل الداخلية التركية نوعا ما لم تكن كما كانت في تعاطيها مع الملف السوري عبء الأزمة السورية على تركيا هو يختلف نوعيا روسيا لا يكلفها الأزمة السورية سوى تفرغ بعض مستودعاتها من عام 1980 من السلاح والزخيرة حتى وترسلها إلى النظام مقابل قيام إما إيران أو جهات أخرى بدفع الفاتورة وبالتالي روسيا لم تقدم للنظام السوري أي شيء مجانا وبالتالي التورط عسكريا مع النظام من ناحية التزويد بالسلاح يساعد روسيا ويؤمن لها أموالا على عكس ما يمكن أن تجاه تركيا الأزمة تكلف الشعب التركي تركيا كانت من أفضل الدول التي حملت عبء اللاجئين السوريين إضافة للعبء المتعلق بإيواء المعارضة السورية دكتور سمير النصرة داعش الجيش الحر عزل إدريس تعيين اجتماع الائتلاف كل هذه المسائل إلى أي مدى تشتت ربما من الجهود في الملف وتضع في وقف المعارضة بدون شك أن أحدى نقاط الضعف الرئيسية أن الانتفاضة السورية جاءت كانفجارات مضيعية كل بلد قامت بسبب بطالبها الشخصية وبالشعورها الكبير بالظلم والتهميش إلى آخره إذن لم تكن هناك قيادة سياسية التطورات الأخيرة هي في اتجاه على العكس من ذلك أن في هذه الفوضى العارمة في موضوع الكتائب مسلحة في سوريا هناك توجه أكبر فأكبر من أجل التنظيم من أجل إضافة شيء من السياسة إلى الفعل العسكري على الأرض وبهذا الاتجاه تم تشكيل قوات عسكرية محددة وتوحيدها ولمجابهة داعش ولمجابهة النصر وأزوى سبت بأن المعارضة هي التي القادرة وليس النظام وليس تحالفا ما يمكن أن يؤسسه النظام هي القادرة على محاربة الاتجاهات المتطرفة وليس عملية التراخي هناك آراء عمليا في الولايات المتحدة سادت بأن ليس سوى بشار يستطيع مقاومة الأرهاب وفي اعتقادي أن الدروس التي تعلمتها الولايات المتحدة من الأزمة في سوريا هي أنه ليس سوى أهل الحاضنة المجتمعية للثورة هي القادرة إذا مكنت من أن تجابه القوى المتطرفة الإسلامية على ذكر الولايات المتحدة الأمريكية ونحن قبل قليل في هذا البرنامج استعرضنا نبض الشبكة في بعض المشاهد وما يدور بأن بوتين على الصعيد السياسي يلمع نجمه أكثر من أوباما وحتى تصور بعض الصور بأنه يركب على رأس أوباما إلى أي مدى روسيا الآن باتت على المشهد الدولي هي الأكثر قوة من الولايات المتحدة الأمريكية وأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تبدأ أي موقف إيجابي صارم في الفترة الماضية الحقيقة لا يمكن أن نقارن روسيا بالولايات المتحدة معنى أن شمه هو الحجم الذي يشكله الدخل القومي الروسي بالمقارنة مع الدخل القومي الأمريكي روسيا لا تصدر سوى مواد أولية عمليا بيترول وغاز وعمليا خشب وألماس إلى أخي وزهب هذه روسيا روسيا لا تقارن مثلا حتى بالصين لا تقارن حتى لكن السؤال رغم هذا الحجم هي قادر على قادر بفيتو أن توقف كل هذه الدول هي مصادر قوتها هي قوتها العسكرية الجغرافية السياسية لروسيا الضخمة جدا وأيضا هناك الفيتو التاريخي الذي اكتسبته من خلال الحرب العالمية السانية كل هذه القضايا طبعا تجعل لها حصة ولكن هو المشكلة أن الولايات المتحدة تفتقد للإرادة الآن يعني الإدارة الأمريكية ورأينا حتى قرأنا الصحف الأمريكية التي تصدر في الأيام الأخيرة وحتى خلال فشل الرئيس أوباما في دعم قراره فيما يتعلق بالكيموي بعمل عسكري يعتبر أوباما رئيسا ضعيفا ليس له قرار يميل للتفكير النظري ولكن في رأينا التجربة أظهرت بأن سواء دول الخليج العربي أو ألمانيا تمكنت من كسر اتجاهات والميل الأمريكي لإدارة الظهر للحلفاء التاريخيين لأمريكا سواء كانت الدول الخليج أو كانت أوروبا لصالح تحالفات جديدة مع روسيا أو مع إيران في اعتقادي أن إثباتين جرى لدينا في الفترة الأخيرة كيف أن المملكة العربية السعودية ودول الخليج أثبتت بأنها هي القادرة على إدارة حتى الملف السوري عندما دفعت الأمور في اتجاه قطع دابر القول بأن بشار الأسد هو الوحيد القادر على مكافحة الإرهاب وأثبت بأن هذه القوى كما قلت هي القادرة على مكافحة الإرهاب والآن ألمانيا وهي اللاعب الرئيسي في أوروبا تثبت بأن إذا أراد بوتين أن يصعد الوضع مستندا إلى حالة الإهمال التي يقوم بها أوباما تجاه الدور الروسي وعدم عمليا مجابهته فإن أوروبا قادرة على اقتحام هذا الوضع وفي رأيي أن هذا الموضوع سبت من ناحية العملية إذن أصدقاء القدمة للولايات المتحدة الآن يوجهون رسالة قوية لأوباما إذا كنت تدير ظهرك على الأرض فإننا لملك أوراق على الأرض أكثر منك وأنت تنفك استراتيجيا في العالم متشائم يقول أن ما يحدث في ليبيا الآن بعد سقوط القذافي وحالة الفوضى التي تعمل في هذا البلد باعتبر على الواقع السوري باعتبر أن تعدد الطوائف وتعدد الجماعات ودخول جيوش إسلامية وكانت البلد في حالة من الفوضى لذلك الحل السياسي هو الأمثل لخروج سوريا من هذا النقر بدون شك أنه لا يوجد سوى الحل السياسي لا يوجد مجال للانتصار العسكري لأحد الأطراف لدينا النهاء الحاسم ولكن القضية هي أنك تحتاج لتوحيد سوريا موالاة ومعارضة أما النظام أما السلطة أما البنية الأمنية التي تحكم سوريا فهذه لم يعني عمليا انتهت فعاليتها التاريخية في المنطقة في هذا ومن المؤكد أن سمت حل سياسي مطلوب من أجل إعادة بناء سوريا وإعادة بناء التوافق الوطني المولد للمجتمع للوحدة الوطنية السورية ما تم انهاءه في سوريا وتم تدميره خلال سياسة بشار الأسد هي بوضوح تدمير اللحمة الوطنية للشعب السوري التي كان يتميز بها الشعب السوري ولكن للأسف سوء استخدام مفهوم العلمانية في المجتمع السوري أدى عمليا إلى انقسام شديد انقسام منظومة الطاعة والولاء في المجتمع وبالتالي الآن نحتاج لتوافق وطني جديد هذا التوافق وطني هو توفق سياسي ولكن أما النظام كبنية فهذا أمر أعتقد أنه لا يوجد حل والمشكلة هي أن بشار الأسد يقوم بالاستئسار بالحلول وقطع الدابر أي حل لا يمر عبره هو شخصيا وهذه هي المشكلة بشار الأسد يقول بأنه هو الرئيس الشرعي مؤكد في هذا البلد وأنه خلفه ملايين ربما من المؤيدين أيضا ألا تحترم كلمتهم؟ طبعا هذا جميل جدا هذا الكلام ولكن ما الذي إذا كان وراءه ملايين ما الذي يدفعه الآن لديه هناك مناطق أكثر من 60% من أراضي السورية لا يستطيع دخولها قواته إلا عبر القتل بمعنى أن هناك أكثر من 40% من الأراضي أصلا خرجت نهائيا من تحت هيمنته العسكرية هناك مناطق يستطيع أن يدخلها يدمرها يقصفها ويعتقل ويقتل ولكنه لا يستطيع البقاء فيها هناك مدنة احتلها أكثر من 22-23 مرة إذن الهيمنة السياسية خرجت من يده تماما الدولة تفككت اليوم قصر العدل في دمشق لا تحال إليه دعاوة تمثل أكثر من 3 أو 4% من الدعاوة التي ترفع في البلاد دمشق فقدت دورها المركزي كل ذلك يتم ووراءه الملايين طبعا نحن نتحدث أنه ينبغي الفصل بين الموالاة والنظام الموالاة ككتلة سكانية وبشرية من المواطنين الذين يخافون لأسباب مختلفة على مستقبلهم وعلى أوضاعهم الراهنة بحمايتها ووقفوا مع بشار الأسد هذه الكتلة أصبحت سابتة وهذا يجعل أنه بالنتيجة لا يوجد حل إلى الحل السياسي إذا ردنا نبلي سوريا جديدة ولكن أما النظام الذي فعل وقتل ووى إلى آخره هو أصبح عائقا أساسيا أمام التقدم من أجل حل ومن أجل العدالة الانتقالية في سوريا ما هو المطلوب من المعارضة الآن إذا أردت أن تكون معارضة راشدة تستطيع أن تحقق أهداف على الأرض أولا مطلوب منها الوحدة الوحدة ثم الوحدة ثم الوحدة بمعنى أن السوريون أثبتوا أنهم لا يتقنون فن التوحد فلننظر إلى منظمة تحريف فلسطينية وكيف تم إنشاؤها في دول متعددة وفي مخيمات وكيف أن عنصر الوحدة رغم الشكوك الكبيرة ورغم الكثير من الكراهية التي زرعت فيما بينهم ولكنهم تمكنوا أن يجلسوا على طارق طاولة واحدة وأن ينتزعوا ما أمكن انتزاعه من فم عدو شرس إلى آخره قضية الوحدة هي العنصر الرئيسي أنا وحدة الفصائل المسلحة وحدة الفصائل المعارضة وهذا الأسف لم تتقده بعد المعارضة السورية ولكنها في اعتقادي في فترة الأخيرة تتجه تدريجيا نحو هذا الاتجاه دكتور سمير وأنت مدير مركز الشرق للدرسات الدولية ردعني أعرض بك إلى دولة أخرى شقيقة إلى ليبيا من سوريا والعلاقة تتابع الواقع الليبي وحالة الفوضى الكبيرة التي تعم هذا البلد وكان آخرا هذا الهجوم على المؤتمر الحاكم في سوريا والإستنجاد بالماليشيات يعني من الذي يحكم هذا البلد في تقديره يجب أن ندرك بأن هذه الأنظمة يجري فيها دمج ولصق تامل كامل بين الحكم بين السلطة والدولة وأنت كالتوأم السيامي إذا أردت أن تقتل أحدهما فأنت تقتل الثاني وهذا ينبغي أن ندركه تماما وبالتالي أنت بحاجة بعد هذه القضية أن تقبل بأنك لا تستطيع إعادة إنتاج الدولة المركزية كما ولدها القزافي وإنما تعيد تحتاج لإعادة بناء التوافق الوطني المؤسس للدولة وأن تفعل ذلك بطريقة ديمقراطية تماما وأن تعود إلى الأرض أن تعود إلى شيء من الكونفيدرالية كما يجيب القمون الآن في اليمن بمعنى أن هذا هو المخرج لأنه من أجل إعادة أولا لا يمكن أن تتم وحدة فردا الوحدة طوعية من الآن فصاعدا الأنظمة هي حين تنهار وتنهار معها الدول وينهار معها الولاء والطاعة يصبح الحل الوحيد هو التوجه نحو الوحدة الطوعية لكافة مكونات المجتمع وبالتالي نحن بحادة لإعادة تأسيس الدولة حتى في مصر نفس الشيء وما لم ندرك ذلك بأن هذه الدكتاتوريات التي سقطت ويتم فيها لصق كامل بين السلطة والدولة فلا تستطيع أن لا تدمي الإسنان حين تبعد السلطة عن موقعها أنا أشكرك مدير مركز الشرق للدراسات الدولية في دبي دكتور سمير التقي شكرا جزيلا لك وعلى آراءك في هذه الحلقة شكرا جزيلا إذن لازمنا نتابع معكم اليوم في ساعة من سي أم بي سي دعونا نذهب إلى الأخبار الرياضية إلى ليبيا نفسها التي تحدثنا عنها في تاجراء يضع حجر الأساس لاستضافة بطولة الأمم الأفريقية 2017 بتكلفة سبعة ملايين دولار إن شاء الله بصد البلد تهدأ الفلوس ما هي مشكلة شكرا يا طيب والبداية من ليبيا حيث وضع رئيس الوزراء الليبي علي زيدان حجر الأساس لملعب تاجراء الذي يستضيف المباراة الافتتاحية لبطولة كأس أمم إفريقيا عام 2017 الملعب يتكلف بنائه سبعة ملايين دولار أمريكي أسطورة كرة القدم الألماني فرانس بيكينباور شهد مراسم وضع حجر الأساس للملعب الأكبر في ليبيا أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن 76 ناديا أوروبيا أصبحت تحت المجهر مع قرب الإعلان عن قواعد اللعب النظيف ماليا التي ستطبق بشكل كامل خلال الموسم المقبل مضيفا أنه سيتم إعلان أسماء الأندية المخالفة لقواعد في إبريل نيسان القادم وستعلن القرارات النهائية خلال يونيو والتي قد تشمل الحرمان من المشاركة في المسابقات الأوروبية إلى ألمانيا حيث تعرض شرك الألماني إلى خسارة قاسية من بايم ميونيخ بخمسة أهداف لهدف واحد خلال المباراة التي جمعت الفرقين على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونيخ الألمانية ضمن مباريات الأسبوع الثالث والعشرين من البوندزليجا المباراة حضرها واحد وسبعون ألف متفرج وبلغت إراداتها مليونا وتسعين ألف يورو ننهي الجولة من عالم التنس حيث تغلب السويسري روجي فدري على تشيكي توماس بيردش بمجموعتين لواحدة في نهاء بطولة دبي للتنس روح لزال لاعب السويسري لقبه الثامن والسبعين في منافسات فردي الرجال فدري حصل على جائزة المركز الأول بقيمة أربعمائة وستة وستين ألف دولار بينما يبلغ مجموعة جوائز البطولة مليونا وتسعمائة وثمانية وعشرين ألف دولار أمريكي شكرا لكم وعودة إلى الطيب شكرا محمد سيف معض الفاصل الأوسكار الجائزة الحلمة لكل من يعمل في السينما هل ذهبت لمستحقيها؟ مساء الخير ولا صوت يعلو فوق صوت الأوسكار البارحة القاعة زينت بستائر منقوشة بالزهور بعد تسليم الجوائز حتى تعطي هذا الانطبع بأنه في احتفال داخل الحديقة في منتصف الليل منظم الأوسكار كالعادة يقيم هذه الاحتفالات ويتناول أشهر المأكولات بعد الأوسكار جون ريدلي الحاصل على أوسكار أفضل سيناريو مختبس وصل كده هو سعيد بهذه الجائزة وذكر بأنه التمثال سقيل لكن هذا الثقل هو وزن المهنة والمسؤولية والتاريخ الأوسكار جائزة فخيمة وعظيمة في السينما وكل سينمائي يحلم بهذه الجائزة وأن تكون من نصيبه ومبارح كانت الاحتفالات على قدم وساق في هذه القاعة وكثير من الناس يرشحه فلان وعلان ولكن تذهب الجوائز إلى أصحاب الحزوة والتصويت الأكثر من قبل الجمهور حتى لأنه لم تخرج الجوائز بحسب النقاط عن مستحقها معي في الأستوديو سيد جمال الشريف المدير العام لمدينة دبي للأستوديوهات ورئيس لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي مسأل خير مسأل نور ولعلك تابحت الأوسكار من لكي بعين مراقب عادي وبعين مراقب متخصص يعني من طبعاتك عن الأوسكار لهذا العام أكيد طبعا جازة الأوسكار نحن كما نعلم صار لأكثر من ثمانين سنة ماهن أهم الجوائز في عالم السينما وصناعة السينما بحيث أن يتواجد فيه جميع المهارات والمواهب وصناع السينما على السجادة الحمرة كنت أتمنى أن نفوز بجائزة كدولة خليجية أو خلينا نقول بصناعة عربية لو تذني أن كان هناك اشتراك من المخرجة السعودية حيفا منصور بفيلم وجدة اللي ترشحت بالبداية لجازة أوسكار وفيلم عمر صحيح فلسطيني فلسطيني ولكن لم يحالفهم حظ هذه السنة بس هذا دليل كبير مجرد وصول الأفلان دي للأوسكار هو خطوة مش كده سيد جمع خطوة كبيرة جدا أعتقد أن الخطوة نحن تعدينها اللي كنا نحلم فيها أن الأفلام العربية توصل لأول مرة خلينا نقول فيلم خليجي من دول المجلس تعاون يوصل إلى جازة أوسكار هذا شيء جميل وهذا يدل أن الصناعة تطورت عندنا وبقت على مرحلة متطورة جدا أنه ممكن تنافس الصناعة الأجنبية طيب طالما نحن نحلم خليها نحلم كده نحن ليش في السينما عندنا مش أقول متقدمة أو متأخرة لكن فيها مشكلة برجع على الموضوع الحلم ما أعتقد صار حلم الحين نحن عندنا صار الواقع عندنا نحن السينما بدت تقريبا من الثلاثينات في المصر واتطورت السينما المصرية ولكن ما وصلت إلى هذا التطور نحن توقعنا خصوصا في تطور الإعلام أو في تطور صناعة السينما حاليا ممكن أنها كانت عوائق وخصوصا لأمور المادية اليوم لو تشوف السينما التي تطلع من هوليوود أو من بوليوود لها دعم مادة كبير وهذا يعطيهم التحفيز أن يوصلون لمجالات متطورة جدا في الصناعة خصوصا من استخدام التكنولوجيا واستخدام الشاشة الخضراء والغرين سكرين صحيح وتطوير الجزل صحيح إذا خلينا نجيب على السينما ما بين الدعم الاقتصادي والمواهب الحقيقية وأنتقل لزميلتنا مونة الحمود هي الحقيقة من البارحة مع الأوسكار هي مجغولة بالتحضير للأوسكار وتحشق السينما ماذا لدينا مونة أهلا بكم في الفقرة الخاصة عن حفل جوائز الأوسكار الذي أقامته أكاديمية العلوم والفنون السينمائية في هوليوود بلوس أنجلس الجوائز توزعت هذه السنة بين عدد كبير من الأفلام غير أن الرابح الأكبر كان فيلم جرافتي الذي فاز بسبع جوائز ونبدأ التفاصيل بجائزة أفضل فيلم والأعمال المرشحة كانت فيلم التشويق والإثارة أمريكان حصل والذي وصلت إراداته إلى 231 مليون دولار وفيلم الخيال العلمي جرافتي والتي تجاوزت إراداته 700 مليون دولار وفيلم مارتين سكورسيزي وبطلة ليوناردو ديكابريو The Wolf of Wall Street وصلت إراداته إلى 340 مليون دولار والفيلم الدرامي Dallas Buyers Club ترشح لستة جوائز وفاز بثلاثة وفيلم الخيال العلمي Her ترشح لأربع جوائز وفاز بجائزة واحدة والفيلم الدرامي والمغامرات نيبرسكا كان مرشحا لستة جوائز والفيلم الدرامي المقتبس من قصة واقعية فيلومينا والفيلم الواقعي المشوق كابتن فيليبس من بطولة توم هانكس وصلت إراداته إلى 217 مليون دولار أما جائزة الأوسكار لأحسن فيلم كانت من نصيب 12 Years Slave أو 12 عاما من العبودية للمخرج البريطاني ستيف مكوين وتدور أحداث الفيلم حول الرقف في فترة ما قبل الحرب الأهلية الأمريكية وهو مقتبس من قصة واقعية لرجل يتم اقتناصه وبيعه للعمل في مزارع بولايات لويزيانا الأمريكية وننتقل الآن لجائزة أفضل مخرج والمرشحون هما ديفيد أوراسل عن فيلم أمريكان هاسل وستيف مكوين عن فيلم 12 Years a Slave وأليكساندر باين عن فيلم نيبراسكا ومارتين سكورسيزي عن فيلم The Wolf of Wall Street وجائزة أفضل مخرج ذهبت إلى المكسيكي ألفونسو كورون عن فيلم وتعتبر هذه المرة الأولى الذي يفوز بها مخرج من أمريكا اللاتينية بجائزة الأوسكار ويدور الفيلم حول رائدة فضاء تكافح من أجل البقاء بعد انفصالها عن مكوكها الفضائي ويلعب دور البطولة فيه ساندرا بولوك وجورش كلوني إذن هذه الجوائز أستاذ جمال إلى أي مدى ذهبت للمستحقين حسب الترجحات في تقديرك وإلى أي مدى اللجانة التي تختار هذه الجوائز هي أيضا تمتاز بنزاحة عالية بذلل أن الجوائز أحيانا تسهب مكسيكي لأول مرة يأخذ الأوسكار في الإخراج بالأكيد لو لاحظت حتى ميزانيات الأفلام هذه ميزانيات كانت ميزانيات بسيطة فيلم الأخير ميزانياته كانت لم تتعدل من 20 مليون دولار ولكن حقا فوق 140 مليون فما يهم اليوم كم تصرف في الفيلم هو المحتوى أهم شيء عندك المحتوى وخصوصا عندك التمثيل وبعدين عندك الإخراج لذلك لو لاحظت اللجنة المنظمة أو اللجنة التحكيم شفافة جدا ولجنة عندها نزاهة كبيرة لذلك يختارون أفلام مهمة ويواصلونها لمراحل أخيرة أن تفوز بها الجوائز حتى لو لاحظنا أن أحد الأفلام كانوا فيلم مكسيكي لأول مرة مخرج مكسيك فهذا كان حلم من حلم الأمريكا اللاتينية أن يفوزون بجوائز خصوصا في هوسكار فالحلم موجود دائما في كل مكان يعني يتحقق المهم أن تكون عندك إرادة وعزيمة وتوصل لذلك السينما العربية وصلت للمرحلة دخول لهيفا خصوصا فيه جائزة أوسكار وترشيحها هذا يدل أننا اليوم دخلنا باب جديد وممكن أن نطورها لذلك اللجنة دبي للنتاج التلفزيوني والأفلام تدعم صناعة التلفزيون وصناعة الأفلام في دبي بكافة المجالات خصوصا إذا كان هناك دعم مادي مطلوب ممكن أن نجذب شركات خاصة نتدعم إذا كان هناك دعم لوجستي إذا كان هناك دعم إنت زي ما ذكرت يعني زي ما نحن بنتابع أحيانا هناك شباب خليجيين أو إماراتيين وأنا أتجول أحيانا في اليوتيوب لديهم محاولات مهمة وممتازة إذا وجدوا الرعاية والاهتمام ممكن يخفز بهذه الصناعة ليتمد أن تتصيدوا مثل هؤلاء المواهب في السينما تحديدا أتحدث أنا عندك أنت مهرجانين اليوم عندك مهرجان دبي السينماي الدولي وعندك مهرجان الخليج السينماي طبعا عندك مهرجان أبوظبي السينما وعندك مهرجان الأفلام في الدوحة صحيح هذه عوامل جذب للمهارات الموجودة في المنطقة العربية أنا ما أقصد فقط دول الخليج حتى الشرق الأوسط من هذا الباب نحن قمنا نتصيد مثل ما قلت المهارات الموجودة ونجذبهم في مكانهم واحد على السجادة الحمراء في مهرجان دبي السينماي الدولي أو كان مهرجان الخليج السينماي أو ممكن مهرجان أبوظبي ونتعرف عليهم بشكل أوضح وأقرب المهارات جميلة ومهارات كثيرة ولكن متشتتة في بعض الأحيان جذبهم مهم جدا وحيث أن نحن لازم نسمع لهم ونشوف شو طلباتهم دائما نكون الطلبات المادية هي أول ما يعني تطرق عليه المخرجة والمنتج أو حتى يمكن نكون الموهوب ولكن نحن ما نوقف عندنا المادة دائما نشوف شو المحتوى من وين نبدأ المحتوى وكيف نقدر نطور المحتوى إنه ممكن نصنع فيه فيلم حديث طيب خلينا نشوف أفضل ممثل وأفضل ممثلة في الأوسكار البارحة ونرجع نواصل حوارنا مع الزميلة من الحمود هي تستعيد للعالم طبعا أكيد كله عرف لكن هي تبحث ما وراء الخبر لأن هذا الخبر ملأ الدنيا وشغل الناس نشوف كانت المنافسة الشديدة على جائزة أفضل ممثل والمرشحون هم كريستين بيل عن دوره في أمريكان هاصل وبروز ديرن عن فيلم نيبراسكا والنجم ليوناردو ديكابريو بطل فيلم The Wolf of Wall Street وشواتيل إيديوفور عن فيلم 12 Years a Slave وجائزة أفضل ممثل فاز بها لأول مرة ماثيو ماكونيهي عن دوره في فيلم Dallas Buyers Club وخسير ماثيو أكثر من 17 كيلوغراما من وزنه ليصبح هزيلا ونحيفا إلى درجة كبيرة لتأدية دور مدمن مخدرات ومريض الإتس بعد أن اتبع نظام غدائي قاسي ولم تكن المنافسة على جائزة أفضل ممثلة أقل شراسة فقد ضمت قائمة المرشحات أهم النجمات اللائق قمنا بأدوار استثنائية هذه السنة وتنفست كل من أيمي أدامس عن دورها في أمريكان هاسل وساندرا بولوك عن فيلم جرافتي وجودي دينش عن دورها في فيلومينا وميرل ستريب عن دورها في أوغوست أوسج كانتي ولكن الجائزة ذهبت للممثلة الأسترالية كيت بلانشيت عن دورها المميز في فيلم بلو جاسمين وهذا هو الثاني أسكر للممثلة بعد فوزها بجائزة أفضل ممثلة مساعدة في فيلم The Aviator في عام 2005 النقاط رشح كيت كلهم ممكن أنها فازت بهذه الجائزة الكبيرة نرجع لعالم السينما في منطقتنا هناك أفلام كبيرة ممكن صور في دبي توم كروز من أكيد مثل هذه اللقطات وتصوير أفلام عالمية بهذا المستوى أيضا في المنطقة إلى أي مدى يدعم ويروج لهذه الصناعة ويكسب بعض الخبرات للمنطقة طبعا ميزانيات مثل أفلام Mission Impossible اللي هو المهمة المستحيلة ضخمة جدا خصوصا الأفلام اللي هي فرانشايز للمرحلة الأولى والثانية والثالث والرابع نحن اخترنا هذا الفيلم لأنه كان فيلم جذاب وفيلم دائما يكون له جماهير كبيرة دعم هذا الفيلم في المنطقة أمور كثيرة أولا كان البجت أو الميزانية كبيرة جدا والميزانية اللي اليوم انتجت فيه في دبي وصلت تقريبا إلى 24 مليون دولار أمريكي وتصوير كان خلال شهر ونص أو شهرين بالأكثر فالصرف هذا المبلغ في دبي فاليوم إذا عندك مبلغ بهذا الحجم يصرف في مدينة يدعم الاقتصاد فلذلك فيه اليوم مدن أو فيه دول اقتصادها تعتمد على ميزانيات أفلام تتصور عندها لأن اليوم تدعم خلينا نقول الناتج المحلي اللي هذه المدينة وفي نفس الوقت تدعم الاقتصاد الوظائف تكثر من الوظائف كان فيه أكثر من 450 شخص اتوظف خلال المدة الزمنية في نفس الوقت نحن نسميه ملتبلاي افكت في دول المتلور عندها السينما الملتبلاي افكت يكون تأخذ الرقم الإجمال اللي يصرف في المدينة تضربها في اثنين أو ثلاثة لأنه يكون عندك ضرائب وأمور ثانية في هذا المجال نعم ولكن دبي اليوم ما عندها ضرائب فالمبلغ هذا لو تقسمها وتضربها في اثنين نتاليوم يعني صرف تقريبا ما يقارب خمسين مليون درغم في مدينة دبي في الفنادق في وظائف في طيارات سيارات تأجير معدات هذا يدل أن هناك حركة في النشاط جيد على ذكر دبي سيد جمال ودبي لا يتنقصها هذه الميزات وتطرح نفسها في العالم كمدينة عالمية يعني إلى أي مدى لا يكون هناك تفكير في إقامة السيديوهات ضخمة مثلها مثل بغية العالم في السينما حتى تستفيد من هذا الزخم ومن هذا المناخ وكله على بعض بالأكيد نحن ما وقفنا نقطة نجذبنا فقط فيلم نحن قبل ما نجذب هذا الفيلم بدأنا بمخطط دراسي واستراتيجية متكاملة في مدينة دبي ومن خلالها بدأنا بمدينة دبي الإعلام كما نعرف اليوم من تقريبا عشر سنوات واتطورت وصارت مدينة دبي لأستوديات لذلك بنينا الإستوديات الضخمة اللي نحن نسميها إستوديات الصوت ساوند ستيجي بأكبر مستوى وبأكبر حجم ومستوى عالمي من حيث التكنولوجيا والمعدات في مدينة دبي الإستوديات اليوم موجودة في الأرض الواقع بأحجام توصل لـ 65 ألف قدم مربع أصغر حجم عندنا اليوم 15 ألف وأكبر حجم تقريبا 50 ألف قدم أنا آسف انتهى العرض وأنا أشكرك شكرا سيد جمال الشريف المدير العام لدبي للإستوديوهات ورئيس لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي كنت أضيف عزيز علينا كنت أتمنى أن أديك أسكار يعني لكن شاركتك تزايدنا شكرا للجميع شكرا للزميلة من الحيموت التي أعدت هذه التقارير الممتعة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر